ومن بغداد ينضم إلينا سيد باسل الكاظمي المحلل والسياسي سيد باسل حتى الآن لم تعلن الحكومة العراقية عن الجهة المسؤولة عن قتل المتظهرين على الأقل لتبرئ ذمتها فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها بقتل المتظهرين بالرصاص الحي كيف تفسر ذلك؟ بالبدء سيدة أحييكم وحيي قناتكم وقرأ أحيي السادة المشاهدين سيدة العزيزة كل يوم ما يحدث بأنه عدم الأصغى ولا يوجد هناك أي أدن صاغية وهذه المسميات من قبل الحكومة هذا يعتبر بالدليل القاطع بأنه لا يوجد هناك أي مبرر يقدم اتجاه المتظاهرين المتظاهرين قد خرجوا يطالبون بأبسط الاحتياجات والمقاومات التي نص عليها القانون والدستور وقد تم مواجهتهم في المسائل المسيلة للدموع والمسائل الأخرى ورحت هناك ضحايا وأبرياء الحكومة هناك جنبتين الجنبة الأولى أما تعرف من هم الأطراف التي تسببت بقتل الأبرياء وليس تملك الاستطاعة ولا تستطيع بأنه تتحدث عنهم أما بالجانب الآخر لا تمتلك هناك أي معلومات حول من هم الأشخاص ولحد هذه الساعة وتحاول بشتى الوسائل أن تقفز عن هذه المسألة وتجاوزها فاليوم الشارع العراقي وحسب ما نقلت المرجعية الرشيدة وتصريحاتها والجميع هو يضع اللائمة على الحكومة العراقية لكون اليوم السيد رئيس الوزراء وهو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة هو حسب الدستور العراقي هو يكون الشخص الأول بالحفاظ على أرواح الأبرياء في المظاهرات هذا من جانب الجانب الآخر هناك كذلك أطراف تحاول من هنا وهناك وبشتى الوسائل أن تغير الحقائق تغير من هم الأشخاص الذين كانوا متسببين بقتل الأبرياء هناك معلومات هناك مؤشرات تشير بأن هناك أطراف خارجية قد تسببت بقتل الأبرياء هناك أطراف لا تريد أن تبقى هذه التظاهرات هل هذا يعني أن الرواية الحكومية صحيحة هناك بالفعل مندسين من هؤلاء المندسين هل يمكن أن نقول بأن عناصر إيرانية ربما تكون مسؤولة عن خلط الأوراق وما هو الهدف أحسنتي قلتها قبل قليل قلت بأن هناك جنبتين من المحتمل بأن يكون هناك طرف الحكومة لا تريد أن تتحدث من هو هذا الطرف ما هي الأسباب لا نعرف فاليوم هذه الرواية من المحتمل هي صحيح مندسين من المحتمل بأن هناك جندات خارجية بعض الدول إذا كانت إيران أو غير إيران ولكن هل اليوم السكوت على هذه المسألة بأنه سوف تجنب الأبرياء هل السكوت على هذه المسألة هل هذه صحيح هذا غير صحيح اليوم جملة وتفصيلا يعتبر بالمرتبة الأولى من يتحمل المسؤولية هو القائد العام للقوات المسلحة اليوم عوائل الشهداء عوائل الجرحى على من يضعون اللائمة يضعون اللائمة على السيد الرئيس وزراء والقائد العام هو الذي يصدر الأوامر ومن يقول بأنها ليس أوامر من رئيس وزراء فعلى الرئيس وزراء أن يخرج بالفضائيات ويتضح أمام الجميع من هي الأشخاص أو من هي الدولة وراء هذه المسألة ولماذا اليوم يريدون أن يأخذوا التظاهرات إلى جنب أخرى لماذا اليوم يحاولون أن يكونوا نالك أبرياء وشهداء فعلى هذه المسائل كلها أن تتضح من قبل الحكومة خلاف هذا فبمعناها أن هناك أجندات خارجية حقيقية هي تسيطر على الوضع في العراق أكثر من ما تسيطر عليها الدولة شكرا جزيلا لك من بغداد كنت معنا السيد باسل الكاظمي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك